نهارده الرئيس راح واحد من اكبر مشروعاتنا الزراعية اللي لم يكن اكبرها على الاطلاق حضراتكم طبعا عارفين انه في عندنا مشروع ضخمة جدا وعملاق اسمه الدلتة الجديدة طيب الدلتة الجديدة ده كله عبارة عن 2 مليون و2 ألف فدان طيب المساحة دي تساوي ايه؟ تساوي تقريبا حوالي 30-33% من الدلتة بتاعتنا اللي احنا عارفينها طول عمرنا يعني ماشي طيب جوة الدلتة الجديدة دي في مشروع كبير جدا على مساحة قد ايه بقى؟ مليون وخمسين ألف فدان اسمهم مستقبل مصر ايه مستقبل مصر دي عم يوسف؟ وظهر امتى؟ وتعامل امتى؟ اقولك المسألة بمنتهى البساطة ولا حاجة خالص القصة كلها مشروع بدأ الشغل فيه سنة 2017 احنا النهاردة الرئيس كان موجود لافتتاح المرحلة الاولى اللي تمت وتاني احنا هنا بنأكد المرحلة الاولى بس اللي تمت وتم تنفيذها والزراعات اللي قدام حضرتك ده مش فوتوشوب ولا حاجة يعني ولا فيجول إفاكتس وبالمناسبة هو حضرتك تقدر تشوف ده كل يوم إن أردت يعني تاخد بعضك مثلا بالعربية تتوكل على الله لو انت من سكان القاهرة هتخرج من القاهرة اكتب كده على التليفون على الجي بي اس بتاعك كده مستقبل مصر او اكتب مشروع الضبعة هتروح للافسك بعد كده بعد البوابات بحبة صغيرة هتروح واخد بعضك وطالع هب كبري هيدخلك على طريق الضبعة هتفضل ماشي 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 ولا بيدي حوالي 35 دقيقة 40 دقيقة بالكتير من القاهرة هتلاقي يافبة كبيرة على ايدك الشمال مكتوب عليها مستقبل مصر حضرتك كل اللي قدر أقوله لك إن ده مشروع طوله تقريبا 150 كيلو متر في عمق تقريبا حوالي 20 أو 30 كيلو متر تقريبا على الحسبة يعني هو ده مشروع مستقبل مصر الغريب والمبهر في الموضوع إنك لما تخش طريق وتبص يمينك وشمالك تلاقيه أخضر يمينك وشمالك على مدد الشوف على رأي عبد الحليم حافظ وكما كتبها الأبنودي على مدد الشوف خضار ماشي السؤال بقى وإيه يعني أهمية مستقبل مصر وإيه لازمته وبيتعامل فيه إيه ويا ترى يعني هو ده يفرق معانا في البلد أنتو بتقولوا المرحلة الأولى 350 ألف فدان آه مرحلة 350 ألف فدان بس هو هيكمل إن شاء الله في 20 24 أظن يوليو 20 24 هيكونوا المليون وخمسين ألف مزرعين